كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة في تنفيذ وتجهيذ الحضائق المركزية بمدينة شرم الشيخ وعقب التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكلفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كافة وتنفيذ أعمال تنصيق الموقع العام للمنشآت الحكومية والخدمية القائمة داخل مدينة شرم الشيخ وفي ضوء ذلك تعمل الحكومة على تطوير مختلف المنشآت القائمة بالمدينة والتي من بينها تطوير الحضيقة المركزية المجاورة لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ